في 23 من شهر آذار الحالي تصل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شق الأدنى بربرا ليف إلى بيروت ليومين في إطار جولة لها في المنطقة والتي بدأت في الأردن مرورا بمصر وتونس لتنهي جولتها في بيروت وعلمت الام تي فيه أن ليف لن تكون متساهلة مع المسؤولين اللبنانيين بل ستضع ضغوطات جمع عليهم وستتطرق لعدة ملفات مهمة وأبرزها ملف رئاسة الجمهورية هي جزء من حركة أوسع حركة ديبلوماتية أوسع تجاه لبنان في الأسبوع القادمة ستشمل أيضا زيارة لمساعد وزير الخارجية القطري عبد العزيز الخلايفي والهدف الأساس من هذه الزيارات هي محاولة مساعدة لبنان على انتخاب رئيس الجمهورية سبق لليف أنه وضحت في شباط الماضي أمام وفد لبناني بأن أمريكا لن تتدخل بالأسماء أو هوية الرئيس المقبل وعلى اللبنانيين تحمل مسؤولية خياراتهم عانت بذلك أنه إذا أراد محو الموانع إيصار رئيس من طرفه فهذا الأمر سيكون امتدادا لعهد عون ولبنان سوف يواصل عزته مع دول جوار ومع الولايات المتحدة الأمريكية في حين هو بأمس الحاجة للمساعدة الدولية الإدارة الأمريكية لا تدخل في لعبة الأسماء ولكن هي تضع المواصفات وأعتقد أن انتخاب شخص مثل سليمان فرجي وغيره سيكون هناك تابعات لهذا القرار إذا قرر مجلس النواب أو قررت القوى الأقوى في لبنان الذهاب في هذا الخياس فسيكون هناك إنعكاسات سلبية على قدرة أو رغبة المجتمع الدولي والغرب بالأخص على مساعدة لبنان في محنته لن تكون مهمة ليف سهلة أمام طبقة سياسية جشعة ولا تأبه إلا لمصلحتها الشخصية ولكن المفاجأة التي ستحملها لهم ليف ستجعلهم يغيرون سلوكهم ولو لفترة وجيزة هي حزم من العقوبات التي ستطالهم من دون إسثناء كونهم يكترثون فقط لجيوبهم ترجمة نانسي قنقر